في خطوة عدائية أخرى اتجاه المغرب أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإنهاء جميع التعاملات التي تعقلوا شركات جزائرية مع الشركات المغربية وأمهل المثؤولين في بلاده مدة عشرة أيام لتطبيق هذه التعليمات الرئاسية ووفق أمر الرئاسي فقد اتخذ عبد المجيد تبون هذه القرارات عقب تلقيه تقارير حول وجود مثاث خطيرة بربط علاقات تعاقدية لشركات جزائرية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد وأضافت التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري مثال أحد أن التقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كينات أجنبية مثل شركة جيذي التي أوكلت عملياتها الإشارية لشركة قريبة من لوبيات معادية للجزائر في إشارة إلى المغرب واعتبر رئيس تبون في تعليماتي على أن تلك العلاقات التعاقدية بين الشركات الجزائرية ونظرتي المغربية تمت من دون تشاور مسبقة وهو ما يضع معلومات حساثة تحت تصرف كينات أجنبية وأشار تبون أن هذه العلاقات التعاقدية تمث بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره بغير المقبول والمرفود كما أنها أدت لاستنذاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر وأمر رئيس الجزائرية وزير مالية حكومته بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج كما أمهل المسؤولين في بلاده مدة أقصاها عشرة أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات ومن تماطل سيكون ذلك بمثابة غدر وتواطئ سيعاقب مرتكبها وفي خبر آخر قال عزيز خنوش رئيس حزب تجمع الوطني للأحرار إن المغرب الذي يشعر بخيبة أمل كبيرة إذا موقف إسبانيا يحتاج إلى مواقف وقرارات تعيد اتقاء إلى العلاقات مع هذا البلد الذي استقبل في ظروف غامضة المدعو إبراهيم غالي ذعيم مرتضقة البوليساريو وأكد خنوش في حوار مع صحيفة الموندو نشرته يوم الاثنين أن المملكة التي عملت دائما على احترام علاقات حصن الجوار والتعاون مع إسبانيا تتوقع بطبيعة الحالة المعاملة بالمثل من طرف إسبانيا مشيرة إلى أن هذه الطريقة التي تعاملت بها إسبانيا مع هذه القضية أثارت العديد من الشكوك وطرحت العديد من الأسئلة وأوضح رئيس حزب تجمع الوطني للأحرار أن إسبانيا إذا كانت تعتبر أن مقاربة إنسانية بحتة وبريئة فلماذا لم يتم إبلاغ المغرب منذ البداية بذلك؟ مشددا على أن إخفاء هذا الاستقبال يعكس تواطئا واضحا تجنبت مدريد حتى الآن توضيحا واعتبر أن التبريرات التي قدمتها إسبانيا لا ترقى إلى مستوى التفسيرات وإنما هي مجرد محاولة للتغطية على خطأ فادحة يضر بالعلاقات التنائية بين البلدين وحسب أخ النوش فإن العلاقة الصحية بين بلدين يجب أن تستوفي شرطين أساسيين هما الشفافية والوضوحة مشددا على ضرورة أن تقوم إسبانيا بتصحيح هذا الفعل الذي تم تبنيه بحجة إنسانية بالإضافة إلى تفعيل القانون ضد المدعو إبراهيم غالي الذي هو مدعو متابعات جنائية من طرف القضاء الإسبانية بفعل شكاية عديدة قدمت ضده وحول مستقبل العلاقات بين المغرب وإسبانيا في ظل هذه الأزمة أكد عزيز أخ النوش أن هذا المستقبل مرتبط أساسا بتصحيح الوضع مشددا على أن تدعيات وعواقب هذا الحدث ستنعكس لمحالة وبشكل رئيسي في فقدان الثقة وأكد في مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي كانت لدى المغرب منذ فترة طويلة في كافة المجالات التي تربطه بجارة إسبانيا وقال رئيس حزب تجمع الوطني للأحرار إن المغرب شريك قوي لإسبانيا في التبادل الاقتصادي والتعاون في قضايا الأمن والهجرة من بين أمور أخرى مؤكدا على أن الثقة هي أثاث الشراكة والتعاون وعندما تفقد هذه الثقة قد يكون هناك تقهقر وانتكاثة في الإنجازات التي تحققت منذ عقود بين البلدين وذكر أخ النوش في هذا الصياق بمضامين بلاغ الأحزاب الثياسية المغربية الموجهة إلى جميع أولئك الذين يدركون أن مصلحة إسبانيا تكمن في تعاون الوثيق مع المغرب وكذلك لمن يؤمن بأولوية العدالة مشيرا إلى أنه رسالة واضحة لجميع القوى الحية في إسبانيا بما في ذلك الأحزاب الثياسية وجمعية المجتمع المدنية ووثائل الإعلام على اعتبر أن الدفاع عن مصالح البلدين أمر يهم جميع مكونات المجتمع الإسبانية وقال أن متأكد من أن هناك أصدقاء للمغرب في إسبانيا من مختلف الأطياف وأنهم أناس عاقلون ويدركون تماما أهمية العلاقات بين البلدين وأهمية استمراريتها نفت إيران اليوم الثبث لاتهامات التي وجهها لها وزير الخارجية المغربين ناصر بوريطا بدعم عصابة البوليسار والانفصالية وتزويدها بالسلاح لتهديد أمن المغرب ووحدته مشيرة إلى أن تكرار تلك الاتهامات يأتي بسبب دعم المغرب لإسرائيل وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن المغرب غير قادر على حل قضاياه الإقليمية لذا يقوم بدعم الكيان الصيوني المجرم بالدعاء إتهامات باطلة لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حد تعبيره وأورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتهامات الباطلة للحكومة المغربية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي في الثياق مساعدة أمريكا وإسرائيل في المنطقة وضد الأوفياء للقضية الفلسطينية وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية ناصر بوريطا قد أكد أن المغرب يتخذ احتياطاته بخصوص التهديدات الإيرانية الموجهة ضد أمن المواطنين المغاربة وضاف خلال استضافة من طرف لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة اختثارا بأيباك أن طهران لازالت مستمرة في تدريب وتسليح عصابة البوليساريو في الأراضي الجزائرية وخصصت المنظمة التي تقود اللوبيا الإسرائيلي في الولايات المتحدة حيزا مهما من حواري مع بوريطا للملف الإيراني حيث تساءلت عن إمكانية التنثيق لمواجهة تهديدات طهران وهو الأمر الذي أكده الوزير المغربية الذي قال إن الكثيرين يسمعون بالتهديد النووي الإيراني لكن عليهم أن يعرفوا أيضا أن إيران وحزب الله يهددان منطقة الشمال وغرب إفريقيا مبرثا أن دعم النظام الإيراني لمثلحي البوليساريو يشكل مساثا بالوحدة الترابية للأراضي المغربية وقال وزير الخارجية أن طهران تمنح الأسلحة والتدريب لميليشيات عصابة البوليساريو لتهديد المغرب في الوقت الذي تنتشر فيه عناصر حزب الله الشيعية الموالية لها في منطقة الغرب الإفريقية لكنه في المقابل أكد أن المغرب منتبه لهذه التهديدات ويعمل على التنثيق مع حلفائه لمواجهتها مشددا على أن إيران وحزب الله والبوليساريو توجد في صف واحد لزعزعة استقرار المغرب من خلال قضية الصحراء وكان المغرب قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بشكل نهائي في ماي من سنة 2018 وحينها أعلن بريطا أن هذه الخطوة أتت كرد فعل على تورط إيران في التحالف مع جبات البوليساريو الانفصالية عن طريق حزب الله اللبناني الشيعي الموالي لها بغرض استهداف أمن المغرب ومصالحه العليا مريدا أن الرباط تتوفر على أدلة ومعطيات وتواريخ تثبت تورط عنصر واحد على الأقل بالثفر الإيراني في الجزائر في تنظيم هذه العملية منذ السنتين على أقل تقدير